مدرب نانت مصطفى محمد أسد ولكن محتاج انه يطور نفسه وقال انه هو تابعه خلال كأس الأم الأفريقية وبيحب يجيب أهداف لكن مقارنته باللعيبة الآخرين في الفريق فهو متأخر قليلا قال انه هو يعني بمقارنته باللعيبة نانت هو متأخر عنهم شوية لكن طبيعي ومنطقي انه في مرحلة التقدم والتطور هو بيقول كده المدير الفني نروح لمحمد صلاح مرشح لجائزة شخصية العام في انجلترا تخيلوا يا جماعة محمد صلاح مرشح على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل في عام 2022 في بريطانيا واللي بتقدم من منظمة منظمة اسمها أوردز ودخل صلاح ضمن قائمة من عشر رياضيين سيتم الاختراف بينهم للحصول على الجائزة محمد صلاح لعب ليفر بول العداء أليكس بوكا بوسا كالعب أرسنل العداء دينا أشير ودومينيك كالفيرت لوين لعب أفرتون الربعة كارنجيت لعبة ألعاب القوة كاترينا العداء موفرح الملاكمة ناتاشا جوناس سائق الدرجات نيكولاس دلاميني يعني كل دول يا جماعة منهم تلت لعبة كرة فقط واحد من الأرسنل واحد من ليفر بول واحد من أفرتون والباقي لعبة ملاكمة وعداء وعداء يعني لعبة ألعاب قوة يعني وصائق درجات ودي حاجة مشرفة لنجمينا الكبير محمد صلاح كمان فيتوريا المدير الفاني بورتغالي بيطلب قاعدة بيانات للعبة المحتلفة ويضع خطة شاملة لمتابعتهم ويقال أن هو يعني أو راح كان يحضر لقاء في الدرع الخيرية بين ليفر بول ومانشستر عشان يقابل محمد صلاح لأول مرة نروح لكابتن محمد معروف اللي هيحكم وجهة الإمارات واليمن في كأس العرب للشباب وهل هل هيعونه طبعا سامي هل هل هيعونه وتحسم وجهة الإمارات واليمن صدرات المجموعة التانية في كأس العرب للشباب واللي بتصدفها المملكة العربية السعودية حيث تصدر المتخب الأردني المجموعة برصيد أربع نقاط بينما يحتل المتخب الإماراتي المركز التاني بنقطة وحيدة ويتزال المتخب الإماراتي المجموعة بدون رصيد منتخب النشيئين ينهي إجراءات السفر للسعودية منتخب النشيئين بقى 2006 مش 2003 2003 بشاركه في بطولة العرب 2006 سفروا إلى السعودية لدخول في معسكر مغلق بدءا من 30 يوليو استعدادا لخوض منافسات جأس العرب للنشيئين وقام أحمد سامي المدير الإدالي منتخب النشيئين بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتأشيرات وتذاكر الطيران وخض منتخب النشيئين مباراتين مع منتخب الإسماعيلية في معسكره المغلق وفاز بهم 3-0-4-0 وضم الجهاز الفني لمنتخب مصر النشيئين موليد 2006 كل من كابتن محمد وهبة مديرا فنيا مؤمن عبد الغفار مدربا عاما أصام عبده مدربا يوسف طاهر مدرب حراس مرمى الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرا إداريا ترجمة نانسي قنقر